السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة و قبل أن ندخل على محتوى الحلقة أريد أن ندعي أخواننا بغزة بالنصر و الله يفرج عليهم يارا هذا الفيديو برعاية موقع كيزفان لبيع مفاتيح ويندوز 10 و 11 الأصلية لكن هذه المرة لا تحتاج كود خصم القناة مباشرة ستجد السعر تقريبا بحدود السبعة دولار للويندوز 10 كل ما عليك تعمل أن تختار المنتج تدفع بأي بطاقة ائتمانية لديك و تجد الكود وصلك على الإيميل خلال 10 إلى 15 دقيقة دخله بخانة تفعيل الويندوز و يصبح عندك ويندوز 10 أو 11 الأصلي و منفعل و هناك بعض خصومات تصل إلى 62% على الحزم لكن ساعتا هنا تستخدم كود الخاصم الخاص بالقناة سيطلع قدامك على الشاشة بفترة الأخيرة و هنا تحديداً أنا أتحدث عن يوم إطلاق معالجات إذا كان أنت الجيل 12 أو 13 و معالجات الجيل 14 و معظم المستخدمين الطبيعيين للبيسي أو الأشخاص الموسوسين بالحرارة العالية عم يعانوا من ارتفاع فضيع بدرجات الحرارة المعالج مع استهلاك طاقة خزعبلي أرقام خارج عن المنطقة على سبيل المثال معالج الـ i7 13700K كان سحب الطاقة في أقصاها مع فتح الباورلمت من اللوحة يوصل بين 250 إلى 260 وات بينما بالجيل 14 معالج الـ i7 14700K ما شاء الله نطحت 300 وات يا جماعة حتى كمان من دون ما نفتح الطاقة من البيوس يعني ما تركي بحيث أن اللوحة هي اللي تتعامل مع سحب الطاقة مقارنة مع الحرارة والسرعات وزا جينا فتحنا سحب الطاقة من البيوس بوصل المعالج لـ 320 وات يعني أرقام فعنا نخرج عن المنطقة لمعالج مثل الـ i7 لهيدا السبب اليوم أنا جاي أعطيك كم حل لحتالي يقلل لك من سحب الطاقة ويخفض لك من درجة حرارة المعالج وهنا نستخدم التبريد هوائي سعره تقريبا بين الـ 40 إلى الـ 50 دولار حتى تشوف أنت الخطوات كيف هي فعالة حتى كمان على تبريد هوائي رخيص كرميل ما حدا يفهمني غلط أنا ما عم بقول لك روح ركب تبريد هوائي رخيص 40 إلى 50 دولار على معالج هاي أند بيصحب 300 وات لأ يعني أنت ما تفكر بالموضوع بهذه الطريقة أنا اللي عمالي أحاول وضح لك أنه بأصعب الظروف فيه طرق قادر أنك أنت تسيطر فيه على حرارة المعالج من دون ما تخسر من الأداء وطبعا أنت إذا طبقت هذه الخطوات على تبريد الموجود عندك على معالج مثل الـ i7, i9 أو حتى أيضا الـ i5 إذا كان تبريد 240 أو 360 ملي ستأخذ نتيجة أفضل بكثير من اللي عمالي تشوفها أنت على تبريد الهوائي رخيص اللي أنا مستخدمه بفيديو اليوم أتمنى تكون وضحة الفكرة أنه أنا عمالي أعطيك أصعب الظروف اللي هي ممكن تكون على المعالج لنرجع هلأ مرة ثانية للأرقام اللي هي على أساسها بدنا نبتدي الشغل أول شي الاختبارات ظهرت سحب طاقة للمعالج وصلت لـ 298 واط حرارة المعالج وصلت تقريباً لـ 100 ببعض الأحيان كانت عمر تطلع لـ 101 أو 102 طبعاً عمالي يكون فيه عنه ثلاثة لصراعات المعالج وتقليل من الأداء حتى يحمي حاله من الحرارة العالية حتى ما يحترق أو يطفي الجهاز بنهاية الموضوع نتيجة الاختبارات على برنامج جستيني بنش R23 أعدت 34137 نقطة ومعدل فريمات وسطة على لعبة السايبربانك 226 فريم و132 فريم بلعبة البورديرلاند بس ركز لي هون على درجة حرارة المعالج بالألعاب يلي كانت ناطحة 60 درجة وصلت حتى كمان لفوق 80 درجة بلعبة السايبربانك طبعاً هيدا الأرقام تعتبر جداً جداً عالي خاصةً بوضع الألعاب وضع الجايمينج والخطوات اللي حعملها لسيطر على الحرارة بنفس التبريد الهوائي أول شغلة بدي بدن المعجون الحرارة لمعجون يكون أكثر كفاءة مثل مثلاً الثيرما الجريزلي بعرف أنا أنه هيدا المعجون الحرارة شوي صغيرة غالة بس بيقدر يخفض لك الحرارة بين درجتين لخمس درجات وفي منه عبو صغيرة لأستخدام مرتين أو ثلاث مرات يعني ما في ديع أنك أنت تشتري العبو الكبيرة الصغيرة حق يمكن بين 7 إلى 9 دولار بهيدا المعدل بالإضافة كمان أنه زوادت مروحة بحجم 120 ملي على التبريد اللي حتى يصيروا مروحتين بحجم 120 ملي حتى تساعد أكتر بتبريد الهيتسين كالو وظيفته بتشديد الحرارة وتبريد سطح المعالج الآن الخطوة الأهم من اللي أنا عملتهم فوق لأنه إذا عندك تبريد مائة مغلق ما في ديع أنك أنت تزود ما روح وهي دور الأمور حتبدل المعجون الحرارة وتنتقل مباشرة على هيد الخطوة اللي أنا بدألك يا هلأ يلي هي أكتر شي حتقدر أنت تستفيد منها أنه من البياس راح تحددت من خيارات اللوحة أنه الليمت اللي أنت اللي محددته للمعالج هو اللي يتطبق يعني الليمت اللي محددته أنت اللي هو 153 وات ما تركت المجال للوحة هي اللي تختار سحب الطاقة على مزاجة أو بناء على الحرارة ومن بعدها كمان رجعت نزلت على إعدادات فولتية الكورات للمعالج وغيرتها من Auto ل Offset وغيرت كمان Mode وتشوف إذا قطع الاختبار ما عمل الكمبيوتر ما وقف الاختبار يعني معناتها بيكون الوضع تمام إذا صار في عندك واحدة من هيدور المشاكل يفضل أنك أنت تخفضه تنزله إلى 0.075 وبرضو كمان إذا رجع عامل معك نفس الموضوع أو وقف الاختبار رجع نزل الرقم بعد إلى 0.05 وعيد الاختبار لتوصل أنت على رقم يقطع الاختبار ويكون الجهاز عندك مستقر من دون مشاكل نهائية وبس هيدا هي الأمور اللي أنت هتعملها من خلال البيوس مبعد هتضغط على F10 Safe وتطلع من البيوس وانتهى الموضوع خلينا نروح نعيد الاختبارات على برنامج جستينيبانش R23 ونرى أول شي سحب الطاقة يلي هو انخفض إلى 253 وات الرقم يلي محدد من Intel بدل ما كان 298 عمنا نشتغل على تبريد هواء رخيس أساسا هو ضعيف بالنسبة لمعالج مثل i7 14700 كي بمراحل كتيرة على التبريد الماء الموجود عندك 240 أو 280 أو 360 ملي سيكون الوضع مختلف تماما والحرارة ستنزل بعد أكثر من هك توصل لأوائل أو نصف تمانينات نتيجة اختبار السينيبانش كانت بمستوياته الطبيعية بالنسبة للألعاب نفس الموضوع كمان لعبة السايبربانك قدمت 130 فريم يعني ما نخفض الأداء فيها نهائيا حرارة المعالج نزل من 70 أو كان تقريبا حوالي 82 درجة وصل للستينات يعني نص 60 67 بهذا المعدل عم تحكي أنت عن قرابة 15 درجة على نفس الأداء منذ لا تخسر شي من أداء المعالج وكمان بلعبة البوردرلاند نفس الموضوع الطبق الأداء ما تغير نهائيا 231 فريم والحرارة نزلت تقريبا لحدود الأربعينات وهنا أنا بدي وضح لك كم نقطة أنه اللي ركز بالفيديو سمعنا عمالي قول ومعظم المستخدمين الطبيعيين للبي أو الأشخاص الموسوسين بالحرارة العالية وهنا أنا أقصد بالمستخدمين الطبيعيين للبي يعني اللي هن عاملين تجميع إذا كانت هاي أنت أو متوسط أو أي تجميع اللي كانت بس عاملين للجيميك يعني اللي هن الأشخاص عاملين تجميع على الألعاب للتصفح إنشاء محتوى خفيف يعني هيدور الأمور يالهي هدف الأساسي للألعاب لأنه إذا راح أنت على إنشاء محتوى ضخم وكانت التجميع أنت عندك بالهدف الأساسي لإنشاء محتوى يكون إنشاء محتوى ضخم هيتأثر أنت عندك الأداء بالنمت اللي نحن حددناه للمعالج ولفلطية الكرات ممكن ينخفض عندك الأداء بنسبة بسيطة بس هتبقى الحرارة يعني بالتسعين أو تحت التسعين وهون أنت بقى اللي بتختار بناء على التجارب اللي أنت عمين تعملها إذا بتفضل الأداء على مصلحة الحرارة أو الحرارة على مصلحة الأداء يعني أنت قيم قداش هي نسبة الأداء اللي أنت خسرته مقابر الحرارة أنه صارت بمعدل المطلوب وعلى الساسة أنت بتقرر إذا أو بتبقى على الأداء حرارة عالية أو حرارة منخفضة وأداء يعني طبيعي ما بدنا نقول عنه منخفض أداء طبيعي النقطة الثانية اللي بد وضحها أنه الأداء والحرارة خطين مستقيمين خطين متساويين يا جماعة تنخفض الحرارة بيرتفع الأداء ترتفع الحرارة بينخفض الأداء وبالإضافة كمان أنه الفولتية العالية وسحب الطاقة العالية إذا ما كانوا متواصفين بالطريقة الصحيحة بتبريد يناسب هيدا الفولتية وسحب الطاقة اللي أنت محدد من البيوس هذا الشيء بأثر سلبا على أداء المعالج يعني إذا رفعنا الفولتية وفتحنا لمت المعالج على تبريد مش كافي أساساً المعالج اللي أنت مركبه ما حيزيد عندك من الأداء لأ بالعاكس حيرفع عندك من الحرارة ويخفض من الأداء مش دايما أنه أنا أعطي لمت للمعالج أفتح للمت للمعالج ممكن يوصل عند المعالج لأرقام أعلى الموضوع ما هيك بينحسب يا جماعة نهائيا إذا أعطيت أنت أرقام أعلى من استهلاك أو من متطلبات المعالج هذا الشيء بأثر سلبا على أداء المعالج ويصبح ينخفض أداء مع ارتفاع بدرجات الحرارة فيفضل إذا كنت عاملت جميعا تحديدا للألعاب إذا كنت جيمير وعاملت جميعا بس للألعاب وعند تبريد 240 280 360 ملي أي واحد فيهم لا يوجد مشكلة وبعدك تلاحظ أنه في ارتفاع بدرجات الحرارة تطبق هؤلاء الخطوات التي أعطيتك وستجدتها نزلت لأوائل 80 85 بهذا المعدل بدون تخسر شيء نهائيا بالألعاب وطبعا هذه الخطوات التي أعطيتك وخاصة التي تعلق بالبيوز تطبق على المعالجات الجيل 12 13 14 ومعالجات ابتداء من I9 I7 حتى I5 إذا كان لم يحتاج الأمر ممكن معالج I5 لا تحتاج لأنك تعمل شيء حرارة طبيعية بمعظم الأحوال بس بحال أنت كنت مركب تبريد متوسط حسات الحرارة بعدك عالية من دون تصرف على التجميع وتغير التبريد اللي عندك تعمل هذه الخطوات تخفض من حرارة المعالج ولو تعرف أنت إذا حرارة المعالج عندك صحيحة والجهاز عمالي يعطي أدائه بشكل كامل كنت عمل فيديو لبرامج الاختبارات يا جماعة هذا كان كل شي لفيديو اليوم أتمنى تكون استفدتم منه لا تنسى أنك تشترك بالقناة وتعطينا اللايك الأزيز أراكم إذا أراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم